شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في كودفوار مفاجآت متعددة بسقوط منتخبات كبرى وظهور منتخبات صغيرة على خارطة الكرة الإفريقية وخلال دور المجموعات خرجت منتخبات غانا والجزائر وتونس من البطولة بينما قدمت منتخبات أخرى مثل كافوردي وأنجولا مباريات قوية أهلتها للأدوار المقبلة مفاجآت من العيار الثقيل شهدتها بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها كودفوار حتى 11 فبراير المقبلة تمثلت في خروج منتخبات نئذة تاريخ عريق في البطولة القرية من دور المجموعات وعلى رأسها غانا ثالث أكثر المتواجين باللقب الأفريقي برصيد أربعة ألقاب ذلك بعد كل من مصر والكاميرون كذلك خروج الجزائر بطل القارة عام 2019 وتونس المتواجب اللقب مرة واحدة في عام 2004 بينما كذا منتخب كودفوار صاحب الأرض والجمهور أن يخرج أيضا من الدور الأول لو لا سعوده ضمن أفضل أربعة منتخبات حققت المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط البداية مع منتخب غانا الملقب بالبلاك ستارز الذي أخفق للمرة ثانية على التوالي في عبور الدور الأول من البطولة الأفريقية وتغيب شمس منتخب غانا عن منصات التتويج بكأس الأمم الأفريقية منذ 42 عاما حينما حقق اللقب الأخير له في البطولة في عام 1982 في ليبيا المنتخب الجزائري لم يكن حاله في بطولة كودفوار أفضل من غانا إذ ودعه الآخر البطولة للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات ولم ينجح مسعه في التتويج باللقب الثالث في تاريخه أما منتخب تونس فقد لحقى بالمنتخب الجزائري كثاني منتخب عربي يخرج من الدور الأول للبطولة إثر تعادله السلبي أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة منهيا بذلك مشواره في البطولة في المركز الأخير برصيد نقطتين بعد خسارة تاريخية أمام منتخب نامبيا بهدف نظيف ليحقق بذلك منتخب المحاربون الشجعان مفاجأة من العيار الثقيل ويسعد إلى الدور الثاني من البطولة القرية للمرة الأولى في تاريخه ترجمة نانسي قنقر